تفيداً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام تم وضع حجر أساس لإنشاء مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى وذلك بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر يقام على مساحة عشرة أفدناء وبحجم استثمارات تقرب من مليار ونصف المليار جنيه حيث سيخدم محافظات الأقصر وأكثر من أربع محافظات مجاورة يأتي ذلك ضمن أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية